الدرس الأول للصف الثالث الابتدائي الترمو الثاني العام 1441 هجرية 2020 الميلادية عمر رضي الله عنه والأسرة الفقيرة خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة وماه خادمه فرأى نارا من بعيد قال عمر رضي الله عنه أرى ناسا يقاسون البرد فهيا بنا إليهم لنعرف حالهم اقترب عمر رضي الله عنه وخادمه من المكان فوجد امرأة ومعها أولادها الصغار يبكون قال أحد الأولاد أنا جائع أريد الطعام قالت الأم انتظر أنت وإخوتك قليلا حتى ينضج الطعام وقف عمر رضي الله عنه قريبا من الأسرة وقال السلام عليكم قالت الأم وعليك السلام قال عمر رضي الله عنه ما عندكم؟ ما عندكم؟ قالت الأم حل علينا الليل وهاجمنا البرد ولا طعام عندنا نسد به جوع صغارنا نظر عمر رضي الله عنه فوجد الأولاد حول القدر الكبيرة والنار تحتها فسأل وأي شيء في هذه القدر؟ فقالت ماء حتى يسكت وينامه تألم الخليفة عمر رضي الله عنه من كلام المرأة ومنظر الأولاد وأسرع هو وخادمه نحو مخزن بيت المال وأخرج كيسا كبيرا من الدقيق وقال لخادمه احمله علي فقال الخادم والله لأحملنه عنك فغضب الخليفة عمر رضي الله عنه وقال أنت تحمل عني ذنبي يوم القيامة وضع الخادم كيسا الدقيق فوق ظهر الخليفة وحمل بعض الزيت ثم أسرع إلى مكان المرأة أنزل الخليفة عمر رضي الله عنه كيسا الدقيق على الأرض وجلس قريبا من النار ثم وضع الدقيق والزيت في القدر وانتظر حتى نضج الطعام ثم وضعه في طبق وقال للمرأة نادي أولادك اجتمع الأولاد حول الطبق يأكلوا وقف عمر رضي الله عنه بعيدا ينظر إلى الأولاد حتى أكلوا وشبعوا وانتظر حتى ناموا ثم قال لخادمه الحمد لله حان موعد الانصيراء لقد شبع الأولاد وناموا هيا بنا وفي الختام لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة